غرقت سفينة شحن يعمل على متنها 13 أوكرانياً قبالة السواحل الرومانية وأكد مصدر مسؤول غرق اثنين من البحارة وإنقاذ عشرة آخرين فيما أكدت فرق الإنقاذ أن عمليات البحث ما تزال جارية عن أحد البحارة وفادت وسائل علام رومانية أن السفينة التي ترفع عالم جزر القمر كانت متجهة من مدينة رستوفروسية إلى ميناء كونستانسو الروماني اشتركوا في القناة